اشتركوا في القناة إلى حد الآن لأن الأرقام متاع المؤسس فضيعة مفزعة ولليوم ننتظر الحلول التي قد تأتي أو لا تأتي ومنذ البداية نقول رئيس الجمهورية إعلاميا خرج وقال لابد من التسريع في إصدار السك بلا رصيد قانون جديد لكن من يتلكأ من يتأخر هل الوزراء المعنيين هل مجلس النواب أشكون بالضبط لحب يحافظ على هذه المأساة للأرقام متاحة للأسف مفزعة في تونس ونبدأ بيك عبد الرزاق أحواس اليوم السك بلا رصيد غول يبتلع التوانسة الكل والأرقام ماهولة لا تصدق وقت لنحكيه على أكثر من نصف مليون مطلوب للعدل ورشالشي في تراب تونس من جراء السك بلا رصيد بيه بالنسبة للمعضلة السكوك بدون رصيد راهوا هذية مشكل تراكم على مداء سيني نحن رانا نتعدينا بفترات صعيبة ياسر أعطيني الأرقام هات الأرقام؟ نعطيه الأرقام الأرقام عندك 7200 مدعون بالسجون في الحبس هذوم مدعون يقضون عقوبة سلبة للحرية ايه باي قدش يتكلفوا على الدولة الواحد الواحد يتكلف على الدولة يتكلف 47 دينار اليوم معنتها في العام يتكلف ماهو قارب 15 مليون باي طبعوا الرقم قديش في العام 15 ألف دينار هذي العام بمعدل 47 دينار يوميا من غرائب وعجائب تونس يا سيدا يا مادا السجين يتكلف على الدولة 50 دينار والتلميذ دينار و500 بحجلش به التلميذ بحكيوه التعليم التلميذ يتكلف دينار و500 النهاء والسجين ب50 دينار باي؟ كمالي الأرقام باي؟ نمشي الميزانية هيئة السجون 42 مليون دينار 42 مليار باي؟ بذبط باي؟ معناتها أنت في عوض في عوض نوجهوه للتعليم والصحة ما عندك مشكل في التعليم وعندك مشكل في الصحة وجه الميزانية أعمل العقوبات البديلة بدل طريقة معامل خليني في الأرقام عنا 7 ألف في الحبوسات 7 ألف وميتين قداش عنا من روشيرشي؟ أربعمائة وخمسين ألف روشيرشي نصف مليون مطلوب للعدالة روشيرشي قداش عنا من فارخ خارج تونس؟ عندك ما يقارب عشر ألف وثمانيمائة عشر ألف وثمانيمائة الله الله معز علقلي على الأرقام هي الأرقام تعكس الاختيارات الاقتصادية والمالية والسياسية الخاطئة هناك ظلم في مستوى بناء النظام البنكي لأنها حيلة في نهاية الأمر اكتشفنا بعد تجربة دامة سنوات الآن قرابة أربع عقود أن مسألة السك فيها حيال فقهية قانونية قدت وصنعت على مقاس منتفعين هذا القانون فيه مجموعة انتفعات اللي هي الأقلية الأقلية البنكية مع أقلية من المساعدين اللي قاعدين يقتاتوا من السكوك بش يكونوا واضحين في تونس الآن ما يعطل تنقيح الفصل أربعمائة وحداش ليس من المسألة بسيطة جداً راهو قدامنا باحث أو جامعي بأن كانوا ينقول لك راهو القانون ذا يشتغلوا عليه مدة ساعتين ينتهي لك في بالك أنت يمش يحضرون كتاب ضخم في خمسمائة صفحة في بنع فقرات يعني القرار هو قرار سياسي القرار السياسي اتخذه رئيس الجمهورية لكننا ننتظر منذ أكثر من سنة ونصف المجلس النواب ووزارة المالية ووزارة العدل في إعداد ملامح هذا المشروع لماذا تعطل؟ أهمش فأسألك المافيا المالية البنكية التي تنتفع من البريا في ومن الرباء البنكي الفاحش هي التي تعارس معز خليني نفسل لأستاذ المشاهدين ونجي معك أنت أستاذ معتها اليوم يحكيوا على انتفاع اللوبيات المالية من منظومة السقوك بلا رصيد ويحكيوا على البريا في وعلى برشة حكايات أخرى اللي تضر أموال صادمة وقت اللي نحكو على البريا في تقريبا متع سك واحد مئة دينار ونحكيوا على سين بي يوصل المئتين وخمسين دينار يعني السك اللي ما يخلصش في البانكة ياخذوا عليه تلذة مئة وخمسين دينار ونحكيوا على أرقام متاع ثنين مليون سك بلا رصيد سنويا هنا الكارثة شكون مستنفعين بالسكوك بلا رصيد بخلاف العشرة عائلات اللي تملك البنوك هذا هو السؤال شكرا سي محمد تحية لي كل كافة فريق العامل معك والسادة الضيوف والكافة للمتابعين والمشاهدين لقناة الجنوبية واسمح لي أن أترحم في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه على شهداء الأمة شهداء فلسطين وغزة شهداء الكيان الغاصب الذين ارتقوا ونحن إذ نكبر الموقف الرسمي الذي اتخذه سيادة رئيس الجمهورية كسبق في المواقف لدى حكام الأمة العربية والذين ندعوهم أن ينزعوا عنهم جلباب الخوف وجلباب التبعية وأن يحظو حظو السيد الرئيس الجمهورية قيس سعيد ونحن نشد على يديه في هذا المسار ونحن كشعب تونسي مستعدون حتى لحمل السلاح ونحن مدنيون لتحرير فلسطين وعاصل مقرأ سنحرر السجناء انتعلم في المرنجية ونعود إلى مسألة الشيك دور رسيد هي الأرقام في الحقيقة التي طرحت منذ قليل هي أرقام تقريبية ولكن أحيطكم علما بأن الأرقام الواقعية الحقيقية أرفع من ذلك بكثير تحدث فيها على 2 مليون شيك دور رسيد أنا نحدثك منذ سنة 2020 على 10 مليون إشعار بشيك دور رسيد يتحفظوا عن ذكرها البنك المركزي وهذا الأمر تم ترحوه في مجلس نواب الشعب في جلسة رسمية ولم ينكر ذلك ممثل البنك المركزي هذا من ناحية اثنين شو الإشكال أحنا اليوم الناسي هذا من 1923 تقريبا ونحن في نفس المستنقع حتى جاءت أحكام مجلة تجارية سنة 1959 قلنا لعل تأتي بالجديد وتخلصنا من التجريم فلم تخلصنا من التجريم بل أقرته الإشكال اليوم يتعلق بالعقوبة السجنية العقوبة السجنية هي المشكل وفي حلها الحل ناحي العقوبة السجنية توينت هيا هذا الشيك دور رسيد وأزمة الشيك دور رسيدة وما يخليفه أنا مش نعطيك فيما هو يصادم أكثر من هذا تشريعاً توا نحكيه قانون فصل 411 من مجلة التجارية يعني المشرع حجم التشدد في التعاكي مع هاته الجريمة يوظاهي أو يفوق في بعض الأحيان بعض الجرائم الإرهابية لأن كل شيك يحاكم من أجله المتهم على حدة كل شيك يفوت قيمته 20 دينار يحاكم من أجله على حدة الآن سوي السيدة اللي كانت تفتحكي في الروبورتاج محكومة 29 سنة حبس والمبلغ قديه في عدود 40 ألف دينار إذا وجاءوا شك واحد في أقصى الحالات تحكم بخمس سنوات أما بشوريك أنه مجموعة شيكات يعني المشرعنات ما نعظم في قضايا شيك دور رسيد ما نعظم ثم ارتقى بالعقوبة إلى خمس سنوات سجن خمس سنوات سجن تحدثوا على جنح ما كفاهش هذا قارنها بالعقوبة المالية وهي 40% من مبلغ شيك أو باقي قيمته والمشرع ما يفرقش بين انعدام الرصيد وبين نقصان الرصيد شيك بعشر ألف دينار وإنتي عندك تسع ألف وتسعمائة دينار كيمة شيك بعشر ألف دينار وإنتي عندك سفر ملين ثم كيف كيف ثم أكثر من هذا المشرع يمنعوا اعتماد أحكام التخفيف فيما يخص العقوبة المالية ويمنعوا اعتماد أحكام التخفيف في صورة العود يعني اليوم أنت تعرضت على المحكمة شيك بدون رصيد شيك بدون رصيد عفوا ورجعت مرة أخرى في ظرف خمس سنوات فإنه هنا لا تتمتع بأحكام التخفيف موضوع الفصل 53 من المجلة الجزائية نمشي مع كل عمد من هذا الفصل 411 قرب الإضافة إلى ذلك أن المحكمة بإمكانها أنها تحكم بأحدى العقوبات التكميلية موضوع الفصل 500 المجلة الجزائية يعني شو عمل السيد هذا شو هذا إلى متى ثم نحن لماذا نضع القوانين ونسن النصوص للردع لا فمت مشكل اجتماعي طفحا سنجد له حلا يعني بلغة أخرى الجريمة هذه سنسعى إلى الحد منها يعني هنا تصبح إشكالية الموضوع إلى أي مدى يمكن الإقرار بنجاح العقوبة السجنية في الحد من جريمة أصدار شيك دور راسي بي